ضمن حركة المحافظين اللي وجريت اليوم أدى الفريق أحمد خالد حسن سعيد اليمين الدستوري محافظ الأسكندرية شغل الفريق أحمد خالد حسن عدة مناصب منها قائد قاعدة مطروح البحرية ثم قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية ثم قائد قاعدة إسكندرية البحرية ثم مساعد رئيس أركان حرب الكوات المسلحة ثم رئيس أركان حرب الكوات البحرية المصرية من 11 إبريل 2015 وفي 17 ديسمبر 2016 تولى سيادته قيادة القوات البحرية المصرية بردبة لواء أركان حرب وتم ترقيته لردبة فريق في 27 إبريل 2017 أثناء نعقاد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة اسماعيلية وفي 14 ديسمبر 2021 تولى قيادة مركز الدولة الاستراتيجي المركز اللي مكره في العاصمة الإدارية الجديدة وبيزيد من قدرة الدولة على إدارة مؤسستها بكفاءة عالية علشان كده بيكون على استعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ في الدولة كلها بيضم مركز بيانات استراتيجي وموحد مركز للتحكم في شبكة الاتصالات على مستوى الدولة مركز للتنبؤات الجوية ومخازن للسلع الاستراتيجية للدولة مركز ضخم بمساحة 22 فدان الفريق أحمد خالد حسن من مواليد 1 يناير 1958 وهو حاليا المشرف على التصنيع العسكري كله المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم قدت اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء نائبا لمحافظ الأسكندرية خلفا للدكتورة جاكلين عازر واللي تولت مسئولية محافظة البحيرة المهندسة أميرة صلاح عملت في وزارة الرأي ومن القيادات الشبابية في البرنامج الرئاسي أسرة قناة ركاية وحكاية وجميع أهل اسكندرية بيتمنوا التوفيق للسيد الفريق أحمد خالد والمهندسة أميرة صلاح في تلبية طموحات شعب اسكندرية المحافظة العريقة واللي بتشهد مشاريع تطوير كتير جدا الفترة دي غطناها لحضراتكم في حلقات سابقة ومنتظرة مشاريع تانية طاليق بالمواطن السكندري يمكن من أهمها رصف بعض الشوارع الرئيسية والجانبية في مناطق كتير واستكمال المشاريع العملاقة اللي بيتم تنفذها لو حضراتكم حابين تتابعوا معنا كل جديد في محافظة اسكندرية ياريت تشرفونا دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة وياريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا لايك رقم كام علشان نعرف بعض أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة